بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نعرض في لقاء اليوم لطلق الربح من شركة لايف جود والتي تصل إلى ما يزيل عن الالفين دولار شهريا وحكم الربح منها اعتدنا قبل أن نخود في بيان حكم الاستثمار أو الربح من خلال أي موقع أو منصح أو شركة أن نطبق القاعدة الأصولية القاضية بأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره عليه نبدأ بتعريف موجز لشركة لايف جود وذلك من خلال موقع الشركة الذي يعرف بها قائلا اكتشف كيف تربح الفين سبعة واربعين دولار ونصف شهريا شركة تعمل لصالح جميع المشتركين فيها في لايف جود يصل جميع المشتركين الجدد في مصفوفة مغلقة عالمية مما يجعل الأشخاص في جميع أنهاء العالم في شبكتك وبالتالي يدرون أرباحا مباشرة لك نحن نفخر بتطوير المنتجات عالية الجودة التي يمكن الوصول إليها في أي مكان في العالم كجزء من التذامنا بالبقاء في طليعة العلوم والتكنولوجيا الغذائية من أنقه المكونات الطبيعية التي يتم شراؤها من بعض المناطق النائية في العالم إلى مرافق التصنيع ذات المستوى العالمي لضمان الجودة العالية باستمرار إلى الصيغ الفريدة والفعالة التي لا مثيل لها في أي مكان نحن نفخر بابتكار منتجات ليست جيدة فقط لجسمك ولكن أيضا تعطي نتائج ممتازة أما عن طرق الاشتراك والانضمام للشركة فقد أعلنت الشركة عن كيفية الانضمام والاشتراك من خلال أيقونة بعنوان كيفية الاشتراك والانضمام تقول فيها أو من خلالها التسجيل في لايف جود سهل للغاية ما عليك سوى أن نقرأ على الرابط أدناه لملء النموذج الأذرق الموجود على الموقع الرسمي والذي يحتوي على المعلومات التالية احجز منصوبك اليوم لا يوجد أي تكلفة لحجز مقعدك المجاني يمكنك الإلغاء في أي وقت ومع ذلك وهذه مهمة لكي تتمكن من المشاركة في الأرباح التي تقدمها الشركة سوف تحتاج إلى الدفع معنى ذلك أنه يمكنك الاشتراك مجانيا في الشركة لكن حينها لن تحصل على الأرباح شرط الحصول على الأرباح هو الدفع أي الاشتراك بمقابل مالي فتجد المنصة بعد أن تبين كيفية ملء نموذج الاشتراك تقول اختيار نوع العضوية يمكنك الاختيار من بين خيارين متاحين في دفعة سنوية واحدة بقيمة 139 دولار 95 سنت والتي تشمل ترخيصا تابعا واحدا بقيمة 40 دولار أمريكي زائد رسوم عضوية سنوية واحدة بقيمة 99 دولار 95 سنت سيكون الإجمال 139 دولار 95 سنت توفر 20 دولار أمريكي أما إن اشتركت في الدفعة الشهرية الواحدة فتكون بقيمة 49 دولار 95 سنت تشمل أيضا على ترخيص تابع واحد بقيمة 40 دولار أمريكي زائد عضوية شهرية واحدة بقيمة 9 دولار 95 سنت يكون الإجمال 49 دولار 95 سنت تذكر أنه في هذا الخيار لن تقوم بتوفير 20 دولار أمريكي وسيتعين عليك دفع 10 دولارات أمريكية شهريا تبقى نشطة في المصفوفة القصري معنى ذلك أنه يمكنك الاشتراك في واحد من اثنين من النظامين النظام الأول النظام الثانوي إجمال العضوية فيها أو حظمية الاشتراك فيه 139 دولار 95 سنت الثاني الاشتراك الشهري وقيمته 49 دولار 95 سنت بالإضافة إلى 10 دولار أمريكية شهريا أما عن طرق الربح فقد أعلنت أيضا الشركة عن 6 طرق للربح وذلك بالضغط على أيقونة كيف تعمل تجد إكسب الدخل ب 6 طرق واحد عمولات بداية سريعة أسبوعية لكل شخص تقوم بإحالته إلى لايف جود الذي يصبح عضوا ومنتسبا مقابل 49 دولار 95 سنت تكافئك في الشركة بعمول قدرها 25 دولار يتم دفعها في الإسبوع التالي بالإضافة إلى ذلك إذا اختار أي من الأشخاص الذين قمت بتسجيلهم فلن تتم مكافأتهم بحسبه بل تحصل أنت أيضا على عمولات إضافية تصل إلى 10 مستويات عميقة ثم يعرض بعد ذلك لجدول المستويات العشرة ونسبة أرباحك من كل مشترك من خلال رابط الإحالة الخاص بك بعده يقول يتم دفع عمولات البدء السريع الأسبوعية على عضوية الشهر الأول وعلى رسوم التسجيل التابعة التي تبلغ 40 دولار أمريكي لذلك سوف تتلقى 5 دولار أمريكية لأي أعضاء جدد تقوم بإحالتهم بالإضافة إلى 20 دولار أمريكي لأي منتسبين جدد تقوم بإحالتهم نظرا لأن العديد من الأشخاص ينضمون كعضو منتسب فستتلقى كلا هذين المبلغين بإجمال 25 دولار يتم دفعها في الأسبوع التالي تماما الطريقة الثانية للربح من خلال ما يعرف بلجان المصفوفة حيث يقولون عندما تحافظ على مركزك في لايف جود يتم منحك مركز الأعمال الخاص بك في مصفوفة 2 في 15 سريعة الملء مع انضمام المزيد من الأشخاص في كل أسبوع يتم وضعه في المصفوفة تحت كل من هو موجود بالفعل هناك بعد المسجلين لذلك كلما احتفظت بمركزك بشكل أسرع كلما ارتفع مركزك في المصفوف وبعد أن يعرض لجدول الربح من لجان المصفوفة يقول تستند جميع النسب المأوية على الرسوم العضوية الشهرية البالغة 9 دولار و95 سنت يتم دفع عمولات الأعضاء الذين ينضمون إلى الخيار السنوي على مدار 12 شهر بقيمة 9 دولار و95 سنت أبريكيا في كل شهر تدفع عمولات المصفوفة ومكافآت المطابقة شهريا في الأسبوع الأول من كل شهر لحجب المصفوفة للشهر الصابق الطريقة الثالثة من طرق الربح هي ما يعرف بالمكافآت المتطابقة حيث يقولون نظرا لضخامة عمولات البدء السريع ومكافآت المصفوفة فإن مكافآت المطابقة لدينا أكبر علاوة على 2047 دولار أو ما يصل إلى 16.383.5 دولار يعني تحصل على 16.383 دولار وتلك التي يمكنك كذبها في المصفوفة الشحصية الخاصة بك ستطابق أيضا 50% من عمولات المصفوفة على كل شخص تسجله ونسبة مئوية يسجل كل هؤلاء الأشخاص خمسة أجيال تسجيل عميق بغض النظر عن المكان الذي يقعون فيه في المصفوفة الخاصة بك باقي الطرق للربح موجودة على الموقع الشركة لكن سأكتفي بذلك بعد أن عرفنا بالشركة ونظامها التصويقي فالذي يظهر لنا والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم أن الشركة في جزء منها تعمل في بيع منتجات العناية بالبشرة والصحة والجمال والمكملات الغذائية فبيع وشراء المنتجات إن كانت هذه المنتجات لا تحتوي على محرم شرعي كلحم الخنذير أو دهنه والخمور فالبيع والشراء للمنتج لاستخدام الشخصي أو البيع المباشر كأن تشتري المنتج ثم تبيعه للمشتري فهذه الصورة جائزة لا إشكال فيها لكن تبقى المخالفات في طرق الربح الستة من الشركة حيث تنطوي وينطوي للشراك في الشركة والانتساب إليها من أجل الربح على العديد من المخالفات والمحاذير الشرعية لذلك تجد الشركة أعلنت عن ذلك في أيقونة كيفية للشراك والتسجيل حيث تقول لا يوجد أي تكلفة لحجز مقعدك المجاني يمكنك الإلغاء في أي وقت ومع ذلك لكي تتمكن من المشاركة في الأرباح التي تقدمها الشركة سوف تحتاج إلى الدفع فإذن طرق الربح من الشركة احتوت على الكثير من المخالفات والمحاذير الشرعية من هذه المخالفات والمحاذير وهي المخالفة الأولى أن الربح قائم على التصويق الهرمي لاحتيالي أو ما يعرف بطريقة بنزي والذي يسميه البعض بالتصويق الشبكي قد يقول بعض أنه تصويق متعدد المستويات لكن حقيقة الموقع قائم على التصويق الهرمي أو الشبكي لاحتيالي وقد بينت في عدة حلقات على القناة الفرق بين التصويق متعدد المستويات وتصويق الشبكي أو الهرم الاحتيالي يمكن الرجوع إليها على القناة ذهب إلى تحريم التصويق الشبهي جمهور الفقهاء المعاصرين والهيئات الشرعية من ذلك دار الإفتاء المصرية واللجنة الدائمة للإفتاء بالسعودية ووزارة الأوقاف الكويتية ودار الإفتاء والتدريس الديني بحلب ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية بدولة قطر ومجمع الفقه الإسلامي بالسودان ودائرة الإفتاء الأردنية ودار الإفتاء الفلسطينية ومن الأشخاص والعلماء الدكتور سامي السويلا والدكتور يوسف الشبيلي والدكتور أحمد الحج الكردي والدكتور حسين شحاتة والدكتور حسام الدين عفان وذلك لأن التصويق الشبكي في حقيقته قائم على أكل أموال الناس بالباطل حيث لا ينمو برنامج التصويق الشبكي إلا في وجود من يخسر لمصلحة من يربح بدون الخسارة أو الخسارة اللازمة للمستويات الأخيرة لا يمكن تحقيق العمولات الخيالية للمستويات العلية التي هي مقصود البرنامج فإذا توقف عند مستوى معين كانت المستويات الأخيرة من الأعضاء هي الخاسرة والمستويات العلية هي الرابحة والمستويات الأخيرة أضعاف أضعاف المستويات العلية وهذا يعني أن أكثر المشتركين يخسرون لتربح الأقلية التي هي في المستويات العلية من النظام الشبكي ولو افترضنا إمكان استمرار البرنامج في النمو فإن المستويات الأخيرة تبقى خاسرة ولا يمكنها الخروج من ذلك إلا بإقناع أعضاء قدد ليكونوا مستويات دنيا تحتهم فننتقل الخسارة إلى المستويات الجديد وهكذا تكون والنتيجة أنه لا يمكن في أي لحظة أن يكون الجميع رابحا المخالفة الثانية أنه يشترط على من يريد الربح من خلال الشركة دفع اشتراك سنوي أو شهري كما بيناه عند حديث عن طرق الربح من الشرك وهذا يتضمن هذا الاشتراك في حد ذاته يتضمن ثلاث مخالفات المخالفة الأولى الغرر حيث إن المشترك يدفع مالاً وقد يسترد ماله ويربح معه مالاً أكثر لكنه في المقابل قد يخسر ماله بأكمله قد يكسب البعض وقد يخسر البعض هذا يسمى في الشرع بالغرر وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر المخالفة الثانية المتلتب على الاشتراك بمال هي الوقوع في الربح حيث يدفع المشترك في الشركة المال على أمل الحصول على مبلغ أكبر منه فتبقى هي نقود بنقود مع الزيادة والتأخير وهذا ما يعرف الشرع بربح النسيء وربح كله محرم كما بينا قبل بالقرآن والثنة والإجمع المخالفة الثالثة المتلتب على دفع مال للاشتراك في شركة لايف جود هي الوقوع في القمار حيث يدفع المشترك المال مخاطرا به على أمل الحصول على مبلغ أكبر منه والأغلب أنه يخسر رأس ماله وهذا هو القمار المحرم وقد بينا في أكثر من لقاء أن القاعدة العامة في هذا الباب هي تحريم العمل مع كل شركة أو تطبيق يشترط رثوم اشتراك أو شراء ثلعة منها للعمل معها والربح من خلال نظامها وعلى ذلك فإن أخذ أموال من العميل مقدما لقاء وعد بأرباح مؤجلة دائر بينه الربا والقمار أو الجمع بين الربا والقمار فيصبح الربح من شركة لايف جود دائرا بين الربا والقمار أو الجمع بينهما فإن كان الربح محققا تصبح الأرباح ربا وإن كان الربح محتملا أن يتحصل عليه أو لا يصبح قمارا وعلى ذلك فالذي نميل إليه أنه إذا كان في الشركة مجالات مباحة فلا حرج من العمل فيها كتصنيع المنتجات المشروعة وبيع المنتجات وشراء المعدات ونحوها من الأعمال المباحة التي لا علاقة لها بالتصويق الشبكي هذا جائد أما الاشتراك والعمل في التصويق الشبكي لدى تلك الشركة فلا يجوز العمل فيه أو الإعان عليه ولا الدلالة عليه هذا لما فيه من مخالفات سبق بيانها هذا والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم على خير نتركهم في حفظ الله وأمنه على وعد بلقاء متجدد انقدر الله اللقاء والبقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته